الحلول نتواصل معكم في صباح الشروق مشاهدين الكرام ونتابع هذا التقرير من الدبا ليس أكثر من أن تتبدى بحسنها وتتجلى بزينتها وتتراء على صفحات التاريخ معالم ومشاهد ما تبدو عليه الصورة هنا صورة مدينة الدبا وهي تتوسط بأناقتها وجمالها تفاصيل الروعة والبها مدينة هي لكل أهل السودان تهب ما لها من كل شيء جميل الدبا وما لها من الإسم والتاريخ والعراقة ما تزال تسجل أمجادها وتعيد نسختها الأصلية لأجيال تحفظ عنها كثيرا من تفاصيلها وما يتعلق بالإسم والمعنى كأول ما يخطر على بال المتصفح لكتاب هذه المدينة العريقة منذ نشأة هذه المدينة ورغم أن كل السودان يسكنها منذ زمن بعيد وكما يرويها أهلها عن النسيج المجتمعي وكيف انصهرت القبائل وتوافدت إليها المجموعات السكانية وكيف استقر الوضع إلى حد الاندماج وتكوين وجهة واحدة هي للتعايش والمحبة مدينة الدبا للعراقة فيها وجوه متعددة وللتاريخ بها سطور باقية تحفظها ذاكرة المدينة المناطق هنا أفرزت شخصيات لا ينمحي أثرها عن ذاكرة التاريخ بما لها من تأثير بالغ وانعكاس لجليل أعمالهم الجغرافيا رسمت لوحة من الروعة والجمال للمكان هنا سحر أخاذ وللطبيعة عبق خاص وللمناطق ذكرى خاصة تمض السيرة بما لها وما عليها عند أهلها حين الحديث عن مآثرها طعم مختلف وحكاية سرد مختلفة المناطق وعلى اختلافها وتباين مسمياتها أنجبت أجيالا في مختلف التخصصات وفنون الحياة وعلومها أفذاذا متفردين كلا في مجاله أعلاما فوق رؤوسهم تيجان الفخر والمجد والاعتزاز وتمضي المسيرة وتطول السيرة سيرة من عند حضرتهم يتطاول الإنسان عزة وقيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر